هذه الحلقة من خمسة اشياء برعاية Winter Siege الحدث المجاني لكل لعبي Call of Duty World War II حتى 2 يناير تخيل تكون موصل مكان بعيد في لعبة ومخلص مراحل واجد ومطلع شخصيات وإلى آخره من هذه الأشياء وفجأة يجيك واحد في اللعبة يقول لك ترى بامسح لك التخزينة حكتك اليوم بنعرفكم على خمسة ألعاب سووا هذه الحركة الخطيرة تحذير الحلقة قد تحتوي على سبويلرز بعض الألعاب اللعبة الأولى هي Internal Darkness هذه واحدة من أشهر ألعاب الرعب وصدرت على جهاز نينتندو 64 وكانت تعتمد بشكل كبير على عامل الرعب النفسي وكان واحد من الخدع النفسية اللي تسويها اللعبة أنه أحياناً تصير أشياء غلط في اللعبة مثل أنك تشوف راسك طائحة الأرض قدامك أما الخدعة اللي نذكرها اليوم بالذات فهي لما اللعبة تظهر لك خطأ على الشاشة وكأن ملف التخزين حقك بينحذف ويروح كل شيء سويته في اللعبة لكن طبعاً هذه مجرد لعبة عصابك وفعلياً ما يصير شيء لملفاتك مع أي ضرر اللعبة التالية هي بانجو كازوي لعبة بلاتفوم راقية جداً صدرت أيضاً على جهاز نينتندو 64 في اللعبة فيه شخصية تعلمك أساسيات اللعبة واسمها بوتلز وبيهددك أنه بيمسح ملفات التخزين حقتك إذا أزعجت وكلمت أكثر من اللازم لكن في الواقع هو مهايطي ولا يقدر يسوي لك شيء لكن فيه شخصية ثانية شرانية اسمها جرانتلدا وإذا ما سمعت تحذيرها واستخدمت أكواد الغش أكثر من اللازم بتمسح تخزين تك من جد اللعبة التالية هي نير أوتوماتا في هذه اللعبة مقطع يتم فيه تطهير بيانات كبير وحرفياً أنت أثناء هذا المقطع تلعب لعبة تصويب شكلها سهل في البداية ومع الوقت تصير صعبة ثم تصير مستحيلة ومع الوقت بتموت مرة واثنين وثلاثة ثم بتجيك رسائل تشجيع من اللاعبين فازوا بهالتحدي لدرجة أن تجيك رسائل إذا تبي تطلب منهم فزعة إذا طلبتها بتجيك فزعة قوية وبتخلص هالمكان لكن اللعبة بتقول لك أن هذول اللاعبين ضحوا مسحوا ملفات التخزين حقتهم عشان ينقذونك واللعبة بتطلب منك تسوي نفس الشيء طبعاً بتسألك اللعبة خمس مرات عشان تتأكد أنك تدري ش قاعد تسوي إذا وفقت اللعبة فعلاً بتمسح ملف التخزين حقك واو التالية هي أنيمال كروسينج لعبة محاكاة شهيرة الموضوع هنا ضريف أكثر في شخصية اسمها ريستي وإذا شافك ما تسوي سيف لللعبة بشكل مستمر بيجيك ويعطيك محاضرة عن ليش هالشيء مهم ولازم تسوي سيف كل شوي وتوصل لدرجة أنه بيهددك أنه بيمسح ملف التخزين الخاص فيك إذا ما سمعت كلامه بس طبعاً هو مجرد مهايطي ولا راح يقدر يسوي لك أي شيء اللعبة الأخيرة هي لعبة عبقرية اسمها أندرتيل هاللعبة جننت العالم بأفكارها المجنونة واحدة من هذه الأفكار هو أنك لما تنهيها لأول مرة وتهزم الزعيم الأخير يصير حدث خاص واللعبة تعيد نفسها من جديد إذا عدتها بتلقى نفسك أمام نقطة تخزين وإذا حاولت تقرب منها وتستخدمها بيجيك شخصية معينة شريرة ويقول لك نسيت ترجع الملف التخزين القديم حقك ويقوم قدام عيونك يمسح ملف التخزين حقك طبعاً لا تشيلهم أبداً في طريقة أنك ترجع بس ماني بنحرق عليكم أكثر هاللعبة الرهيبة نخليكم نفسكم تكتشفون الطريقة وصدقوني اللعبة تستحق أن كل واحد فيكم يعطيها فرصة هذه كانت حلقتنا الخمس أشياء يعطيكم العافية على المتابعة لا تنسون يا شباب تشتركوا بالقناة إذا لم تكن مشتركين عطونا لايك واقترحوا علينا في الأسفل الفكرة الجاية لحلقة خمس أشياء الجديدة كان معكم حمد المسيمي مع السلامة